بسم الله الرحمن الرحيم وبهنا استعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ازايكم حبيبي عاملين ايه انا طبعا النهاردة ان شاء الله بازن الله كده هنزلكوا فيديو مش كبير قوي الحمد لله بس قبل اي شيء بشكر الكل اللي طلبوا مني صلصة ودعموني يعني الحمد لله يتباعت وناس تانية طلبت فيعني ربنا يبرك لهم يا رب كلهم انا بس هنزلكوا هو فيه اردر مطلوب مني حد يعني جايب لي كبدة وكبدة وقوانس وفشة ومخاصي انا طبعا نضفتهم قبل الفيديو علشان ما اخدش وقت كبير في الفيديو بس منضفهم زي الفل ومقطعهم كل حاجة لوحدها في كيس لان هو ده طلبوا يعني وانا هعملهم قصاتكم برضو وفي نفس الوقت انا برضو فيه اردر صلصة يعني الطلب مني فالله مالك الحمد يعني اوركوا شكله بس وانا بعمله ان شاء الله باذن الله بصوا هي هي القوطة انا غسلتها طبعا وحطتها زي ما انتم عارفين وعمل البصل وزبطت الدنيا يعني انا بس بوريكوا يعني وبدرب هي البصل وشغلة فيها طبعا دي الخضرة انا جبتها غسلتها لان انا بحب حط تحت الحاجات الكبدة والاوامس والفشة والحاجات دي طبعا خضرة كل الناس كده انا بخسلها طبعا هوت هخسلها كويس جدا وبعدين هلفها في فوتا علشان ايه تنشف من المياه كويس ان شاء الله يا ربي هحط خلاص بقى الزيتة هوت علشان خطر انزل الكبدة بصوا انتوا هتلقوني حطها في كيس انا منظف كل حاجة ومقطعها وعمل كل حاجة في كيس الواحد ولما الحاجة جتلي عشان اعملها حطيت حبة زيت بس علشان خطر هو اللي طالب بالحاجة مش عايز سمن يعني يعني مش عايز انما في العادي انا بحط زيت وسم بص يا انا بقطع الكياس بس هعمل كل حاجة الواحدة لان المخاصي انا بعملها ببصل هتشوفوا شكلها هعمل ازاي وهتشوفوا هعملها ازاي والكبدة عادي انا هشوحها بس بفلفل وملح وكمون وتوابل طبيعية بس هتشوفوا برضو هتتعمل ازاي انا كده جبت بصلي عشان المخاصي هقشرها هو اخسلها وقطع جوليان اهيت بنظفها بص انا نزلت الكبدة في قلب الطاصة هبدأ بص ازبط فيها كده اقلف فيها لحد ايه لما تبقى كلها تتشوح لون واحد كلها تتشوح لون انا بحيبش اعمل الكبدة ببصل على فكرة ولا حطلها اي حاجة غير هم حبيت فلفل بس فلفل اخضر بتبقى حلوة جدا بس انت تزوتي اقدام الحاجة يعني اللي هو الزيت او السمن بتخلي الحاجة حلوة جدا بص انا بقطعها جوليان بالمناسبة انا عايزة بس اقول لكم اللي يشوف يعني انا مش عشان شيء انا الموضوع ما بيفرقش معايا بس اللي يحس ان شكل ايدي مختلف عن اي عن اي شكل يعني فده اللي ان انا عندي ده نتج عن مرة جهاز مناعة يعني بصها بحطي زيت اهوط للمخاصي اهو بصوا هنزل بالبصل بقى اول ما يقدح الزيت يسخن هنزل بالبصل هول جوليان بصوا الكبدة هي بقلب فيها على اساس بص شكلها عامل ازاي على اساس كل ما تستوي بعد ما تستوي وتبقى خلاص استاوت بصوا هنزل بالفلفل ده فلفل رومي نما قطعنا اضافها بس برضو هعمل قرنفلفل حراء كده هجيب قرنفلفل قصادكو ههو قطعو ايوه بصوا اهي البصل بقى قديني بقلب الفلفل مش هسيبه على فكرة مش هقلبها كتير انا بس تقلبتين تلاتة كده وبعدين هحط لها التوابل بتاعتها وانشلها بصوا المخاصي حطيتها بصوا هنالطاصة صغيرة فانا هجيب طاصة اكبر هقلبها فيها لان دي صغيرة مش عارف هتحكم في اني اعملها كويس فيها اهيه نقعد بقى نقلب ونشوح فيها كده ما تستعجليش عليها لان هي ده بقى حلوة هبصوا هحطوا بقى التوابل بتاعت الكبدة انتوا لو شميتوا ريحة الكبدة ملهاش حل والله يعني السوس بتاعها غير طبيعي هيت الكبدة هيت خلاص وحطيت بقى عليها في الفلسمر وحطيت على فكرة بالمناسبة اللي حطيته دوت حبهان على لوري انا طحناهم على بعض وبقى فيلهم كويس بصوا نشلت الكبدة بقى لان انا هشوح الفشة في قلب بنفس الزيت لاني بتاخد طعم الكبدة بتبقى رهيبة الصراحة عشان كده انا مزودة وبعدين اللي طالب الحاجة ده حد يعني عنده يعني مش حابب الحاجة تبقى دقيلة ولا دسمة ربنا يرب يشفي كله يعافيهم فانا برضو مش عايزة سيبله دسم في الحاجة كتير بص دي الفشة انا على فكرة سلقاها غسلتها ونضفتها وسلقتها ورميت ميتها وبعدين سلقتها تاني بقى ببصلة وفلفل اصمر وملح وبعدين لما طلعت رح تم قطعها شريح وهشوحها بقى بصوا المخاصية عم ما لقلب فيها هشوح فيها على قد لما اقدر لما احس انها خاتت سوا حلو بصوا بقى خلاص كده احط لها ملح بكمون ملح على فلفل انا عملايه وكمون وفلفل اصمر وهحط لها برضو حبة حبة هنوالة روي مطحون ودي الفشة هيك بصوا خلاص خلصت فانا هرشط لها برضو فلفل اصمر وملح بكمون بس مش اكتر من كده وهنشيلها برضو لان ايه اهو شايفين شكل الفشة دي بقى كبد وقوانس هو اللي جايب الحاجة جايب لي كان جايب لي من كل الانواع دية يعني فانا برضو غسلتها ونضفتها وسلقتها لانه عايزها متشوحة بس فانا برضو اشوحها مكان الفشة لان الحاجات دي ما بتاخد طعم بعض بتبقى حلوة جدا بصوا ما شاء الله شكل الطبق ادي المخاصي ودي الفشة ودي الكبد والاوانس انما الكبدة انا حطاها في طبق لوحدها الكبدة البلدي بصوا الله اكبر شكرا جدا لدعمكم لي واتمنى يا رب ان شاء الله بتشوف الفيديو وتكملولي الاخر وان شاء الله يا رب باذن الله استنوا مني فيديو جديد الفيديو الجديد باذن الله هيكون فيه حاجات جديدة يعني فيه هعلن عن حاجاتها عملها فاللي عايز يبقى يطلب مني يعني يبقى ان شاء الله باذن الله استنى اتصالاتكم لللي عايز واتمنى بقى اللايك والمشاركة ومتشكرة جدا جدا لدعمكم